اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الساحة الرياضية طبعا في الالعاب الاخرى وكمان هيكون معنا تقارير مصورة كاميرا النادي الاهلي وكاميرا ملوك الصلاة كانت موجودة في قلب الحدث اكيد هنلقلها لحضركم هيكون معايا الفقرة التانية عن الكاراتيه لما قبل كده قلنا وطبعا شرفنا في الستوديو هنا نجوم كبار للكاراتيه الكاراتيه هو النادي الاهلي اكبر نياد في مصر بمعنى الكلمة في الكاراتيه سواء عدد لعيبة سواء انجازات سواء عدد لعيبة مشاركة مع منتخب مصر الكاراتيه في النادي الاهلي من الالعاب الاساسية واللي شايلة منتخب مصر بشكل كبير جدا جدا يعني يمكن النادي الاهلي بيعمل اكبر خدمة لمنتخب مصر في لعبة الكاراتيه ان اغلب اللاعبين بيتعدوا وبيجهزوا وداخل النادي الاهلي بيطلعوا على منتخبات مصر جاهزين كان لازم طبعا نحط الدوع على الكاراتيه ويكون معانا طبعا نجوم او مدربين اللعبة ونعرف اخي التطورات هيكون معانا كابتن طارق راجب مدير فني كاتا بالنادي الاهلي وكابتن اشرف صالح مدير فني الكوميتي بالنادي الاهلي هيكون ضيوفنا طبعا في الفقرة التانية الفقرة التالتة هيكون عن السباحة السباحة دلوقتي عايز اقول لكم ان كل يوم يمكن فيه بطولات كل يوم فيه سباقات احنا نفسنا يعني يعني السباحة من الالعاب المهمة جدا ولكن الفقرة التانية عندنا هتبقى ايه هتبقى تينس الطاولة تنس الطاولة هيكون معنا محمد عبد الحميد مدرد تنس الطاولة بالنادي الأهلي والكابتن مروان محمد لعب تنس طاولة بالنادي الأهلي ده طبعا ما ينكرش ان السباحة اللي كنا بنتكلم عنها برضو لها جزء كبير جدا وأكيد هيكون معنا أبطال كتير الفقرة التانية معنا تنس الطاولة الفقرة الرابعة إن شاء الله النهاردة هيكون معنا كابتن محمود حامد مدرد تنس الطاولة بالنادي الأهلي والكابتن فريدة محمد لعب تنس الطاولة بالنادي الأهلي هيكونوا معنا في الفقرة الأخيرة خلينا نبتدي مع حضراتكم التقارير يمكن أهم حدث طبعا النادي الأهلي بيستعدله هو تنظيم خمس بطولات أفريقيا هتكون بداية في شهر مارس خمسة مارس تحديدا هتكون بطولة أفريقيا للطائرة في النادي الأهلي سيداته وبع كده رجال وطبعا كانت لقاطات من المؤتمر الصحفي في توقيع العقود باستطافة البطولة طبعا في لجنة نظامها النادي الأهلي برئاسة الأستاذ محمد الجرحي وضو مجلس إدارة النادي الأهلي هو رئيس اللجنة العليا وهو المسؤول عن تنظيم البطولة الحقيقة فيه شغل بيقام على قدم نوساق أنه كان ليا الشرف الحقيقة عادت مع كابتن رقوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي يمكن فترة طويلة واستعراض لأديه فيه شغل على أعلى مستوى شغال عشان النادي الأهلي يظهر بالمظهر اللائق طبعا باين معنا الكابتن عامري فاروق ناب رئيس النادي الأهلي الحقيقة اللي ليه طبعا دور كبير وليه باع كبير مع الألعاب الجماعية جوان نادي الأهلي وستاذ عمر علواني طبعا رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة أنا عايز أقول أنه وناب رئيس التحاد دولي طبعا أنا عايز أقول أنه يعني نادي الأهلي دي سياسته من الأول يوم بيقف مسافة واحدة من كل الألعاب كرة القدم هي مع شوق الجماهير ولكن بالنسبة لألعاب الجماعية أو الألعاب الأخرى في نادي الأهلي من نادي الأهلي حقيقة يقف مسافة واحدة ولا يتوانى أبداً في دعمها خلينا نستعرض مع حضراتكم الخبر الأولاني تعقد اللجنة العليا المنظمة لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة رجال وسيدات بالنادي الأهلي برئاسة محمد الجارحي وضو مجلس الإدارة اجتماعاً مهم من الخميس القادم لبحث آخر ترتيبات وسادات النادي لاستضافة البطولتين حيث تقام بطولة السيدات خلال الفترة من 15 إلى 25 مارس المقبل أما بطولة الرجال فتقام خلال الفترة من 25 مارس حتى 6 أبيل المقبل ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع ما تم إنجازه من مراحل خلال الفترة الماضية إلى جانب استعارات خطة عمل اللجان الداخلية التي تم تشكيلها من أجل وضع خطة الفترة القادمة مع وضع جدول زمني للمهام المطلوب إنجازها خلال الفترة المقبلة كما تقدم اللجنة الهندسية خطة كما تقدم اللجنة الهندسية خطة خاصة لتجهيز صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بالجزيرة وذلك فيما تعلق بصيانة المدرجات وتركيب كاميرات مراقبة وصيانة البوابات وخلافه من أجل ضمان ظهور البطولتين بالشكل الذي يليق بمكانة النادي الأهلي في تنظيم البطولات الكبيرة خلينا أقول إن صالة الملك عبدالله الفيصل هي الصالة الأساسية التي تقام عليها المباراة صالة الشهداء الصالة الفرعية التي في جنب الصالة الكبيرة ودي هتبقى مهمة جدا في التدريبات الفرع هتبقى عايزة تتمرن يعني مش بعيدة على المقر أو محل الإقامة فهيكون الصالة المغطاة اللي هي الشهداء بتجهز على أعلى مستوى عشان تقدر تستقبل الفرع في تدريباتها وكانت اللجنة الأولية برئاسة الجرحي قد عقدت أكتر من اجتماع خلال الفترة الماضية وتم دراسة الميزانية الخاصة بكل بطولة وبحث أفضل الطرق الممكنة لتنظيم البطولتين بمصافات عالمية خلينا أقول لكم أن نادي الأهلي بيخطط بشكل كبير جدا أن البطولتين ينجحوا ومش كده بس يعني طبعا مع حجم الميزانية الرهيب اللي بيتحملها النادي الأهلي عشان يصديف البطولتين ولكن نادي الأهلي بيحاول توفير موارد يوفر موارد كبيرة من البطولة بحيث أنها تغطي تكلفتها وزيادة وده النادي الأهلي عودنا أنه دايما لما بنظم حاجة عمر من نادي الأهلي بيخسر ولكن نادي الأهلي لازم يطلع كسبان النادي الأهلي كبير باسمه بجماهيره وهو ده اللي بيخطط له النادي الأهلي حاليا في الخمس بطولات خلينا نقول أن فيه بطولتين طائرة رجال وسيدات كأس السوبر كرة يد عندنا بطولة كرة اليد أبطال كؤوس سيدات وأبطال كؤوس رجال خمس بطولات في ستين يوم تعريبا كل التوفيق أكيد طبعا للنادي الأهلي تنظمه خلينا نروح مع حضراتكم على الخبر التاني حقق الفريق الأول لكرة طائرة رجال بنادي الأهلي فوز المهمة على حساب نظيره في فريق الزمالك في المباراة التي جمعت جماعتهما على صالة هيئة قناة السويس بالإسمالية ضمن منافسات نهائيات بطولة الدولية دي لقطات من المباراة بين الأهلي والزمالك وقدم الفريق عرضا طيبا تحت قيادة الكابتن محمد مصلحي ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة ثلاثة أشوات مقابل شوطين بعد مباراة قوية للغاية نجح خلالها الفريق في تحويل تأخرهم في الأشوات إلى تعادل ثم فوزوا في الشوط الفاصل خلينا أقول حاجة بس قبل تعليق زغير كملوك الصلاة النادي الأهلي كان متأخر 2-1 ولكن عود تأخره 3-2 ولكن أنا عايز أقول حاجة إن إحنا داعمين في ملوك الصلاة لفريق الطايرة إحنا كلنا ثقة إن فريق الطايرة أبطال أفريقيا هم على الطريق السليم إن شاء الله أكيد يعني دي البداية المهمة لهم عشان يرجعوا تاني أو يرجعوا الديارع الدوري للنادي الأهلي يمكن بطولة أفريقيا اللي جاي هيكون أول اختبار حقيقي وبدري شوية في مارس يمكن أخذنا البطولة دي في إبريل السنة اللي فاتت ولكن البطولة تقدمت شهر يمكن دا هيكون أول احتكاق قوي أو أول اختبار حقيقي هيكون بطولة أفريقيا كلنا ثقة في فريق الطايرة بقادي كابتر محمد مصالحي اللعيب على الأكمل استعداد ودع طبيعي جدا أي مطش في الدنيا ممكن تتأخر أو تطلع المهم في النهاية النتيجة نادي الأهلي فاز بنقوله ألف مبروك خلينا أقول برضو بهذا الفوز يوصل على فريق تحقيق الفوز بعد أن حقق الفوز في كل مبارياته السابقة منذ بداية الدور النهاء للبطولة خلينا نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم عن الطائرة أو كرة طائرة رجال بالنادي الأهلي اشتركوا في القناة